موسيقى نبدأ جولتنا مع صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت شركة صينية تطرح شاحنة ذاتية القيادة اجتازت شاحنة ذاتية القيادة صينية الصنع اختبارات تحرك ميداني للتعرف على العقبات والابطاء والانعطاف والاسراع تقول الشركة المصنعة ان الشاحنة تفاعلت بشكل سليم مع اشارات المرور ونجحت في الانتظام في حركة السير وتجاوز السيارات واتباع اوامر القيادة عن بعد اما صحيفة القبس الكويتية فقد عنونت السيارة الطائرة في الاسواق هذه السنة قد تكون قادرا على تفادي الزحام في طرقات المدن اذا تسنى لك امتلاك سيارة طائرة هذا الخيال اصبح حقيقة وخلال هذه السنة سيمكن لمقتدرين شراء هذا النوع من السيارات ومن المتوقع ان تطرح في الاسواق هذا العام اول مركبة طائرة تعرف باسم ايروموبيل اما صحيفة الغد الاردنية فقد عنونت واتس اوب يستعد لاطلاق مزايا جديدة ينتظرها كل مستخدميه يجري تطبيق التراصل الفوري واتس اوب اختبارات لميزتين اثنتين استعدادا لاطلاقهما في وقت وشيك بعدما انتظرهما المستخدمون لفترة طويلة الميزة الاولى التي يحتاجها ملايين المستخدمين ستتيح لهم ان يحدفوا الرسائل التي قاموا بارسالها في غضون الدقائق الخمس الاولى في حال لم يكن المستقبل قد اطلع عليها واخيرا صحيفة الامارات اليوم عنونة توصية باصلاح زر ايفون 7 الرئيس في مراكز ابل اوصت بوابة التقنيات الالمانية مستخدمي هواتف ايفون 7 وطراز 7 بلس باصلاح الزر الرئيس في الهاتف الذكي لدى شركة ابل او مراكز الصيانة المعتمدة تقول بوابة التقنيات ان عمليات الاصلاح لدى المراكز الاخرى تؤدي الى تعطل الزر ومستشعر بصمة الاصابع تاتش اي دي اشتركوا في القناة